تفاح الأخضر باللبنة منحتاج لها الوصفة تفاح أخضر مقطع خس مقطع جوزة بيكان أو جوز القلب كرامبري واللي هو توتي مجفف أو كرامبري توتي مجفف أما بالنسبة للدرسينج فمنحتاج عصير ليمون ملح نعنع ناشف ونصف كوب لبنة يلا نبلش بالسلطة إذا عندهم أي سؤال يلا خلينا نبلش بالسلطة يلا خلينا نبلش بالسلطة وناخد فاطمة كمان باتصال صباح الخير فاطمة كيف تفعله؟ أهلا وسهلا هاي شفعله معاك يا فاطمة أهلا يا فاطم صباحك ورد كيف تفعله؟ أنا منيحة مشتقيت لك حبيبتي يسعدك قولي يا أمت يصبع عليك فاطمة الله يسعد هالصباح عجبتك الوصفة اليوم؟ آه والله كثير سلم إيديك حبيبتي صحة وهنا على قلبك أهلا وسهلا فاطمة شكرا كتير ويسعد لنا هالصباح أم براء دويكات صباح الخير كمان محمد طلاحمة صباح الخير أم هشام عواملة ثائر العربيات كمان وفاء السهلي صباح الفل شكرا لإلك أم أحمد شاطناوي أسئلة أسئلة يلا يا جماعة عشان نعرف نفيدكم ابتسام عم تسأل عن مكونات العجينة كوب ربعة تحين يعني هلأ أقرأ لكم يا شفولة بس ما قلنا لكم دايما بتقدروا أكيد سهل كتير اكتبوا بس الوصفة على اليوتيوب تقدر إنها تطلع لكم وحنعدي لهم يا ربع كوب ربعة تحين وربع كوب زيت زيتون وثلث كوب من الماء البارد ضروري يكون بارد وربع معلقة صغيرة من الماء الحرشة من الماء بس شايفين هذا هو الدرسين لبنة ممكن تحط إذا بدها لبن زبادي أو لبن يوناني إذا ما بدها لبنة يعني هلأ موجود نعم وفضل ما في ست حط لبن رايب سهل الأمور شايف كتير سهل بس في فعلا المكس ما بين التفاح الأخضر لأنه فيه شوية حموضة مع هذه المكونات بتخيل إنها رح تكون كتير كتير زاكية يلا ناخد أحمد أحمد صباح الخير أهلا يا بشف علا كيف كتير أخبارك إيمنيحة الحمد لله هيشف علا معك أنت بتحكي ما من الكرات يا أحمد لا من معان من معان الله 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 سلام ايش يا بطل هات معنا كيف كتير أخبارك شف علا أه كيف كتير أخبارك شف علا والله أنا أخباري وشلوني عالي العال بعدما صمعتها الصوت الكتكوت يسلموا إديكي على الطبخات الحلوية يا بي محلى بتحب الطبخات أنت بتحب طبيق البيت ولا أكل المطاعم لا بحب طبيق البيت أكثر برابو يا بي محلىك بطل بطل صح حبيبي أهلا وسهلا فيك سلمي لنا على الماما أهلا وسهلا حنين إدريس صباح الخيرات والمسرات يا ربي على الجميع ها تخص لولو روسيو بدكم حطوا آيسبيرج حطوا عربي هاللي موجود نعمة وفضل في البيت يعني ما تلتسبوا أنا بهمني بس أعملكم إشي حلو هيك يسرر قلبكم وخاطركم على الشاشة ولكن اللي موجود بالبيت نعمة وفضل دائما صح المتوفر بأضي يعني ولكن الميكس هاي الأشياء بتقدر تعطيكم الشفوع لبعض الهندس هيكي بعض الأفكار اللي ممكن أنكم تستفيدوا منها أبو جهاد المحروم صباح الخير هيا قواسمي صباح الخير أم رأفة الحرباوي صباح الخير أم أحمد حنتولي بتقول عم تعمل شو هاتقارو عم تعمل عجين منقيش زعتر وجبني يا ريكو صحو ألف عافية أم أحمد نجاح دقام سي صباح الخير سندوس النداب صباح الخير وخلنا ناخد أم غالب صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا كيفك يا أم غالب سماء بخير شكو أنتو أهلا وسهلا الحمد لله إحنا بخير ممكن أحكي مع الشفوع له هيا عم تسمعك أهلا صباح الورد صباح الخير كيفك أهلا صباح الخير الأهل الخير يا هلا سماء وإيدك هلا الأكلات الزاكية حبيبتي أهلا وسهلا فيكي ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك من حضور وشرف وما شاء الله لدينا بتفق بحريق شرواك يا أم ما من بعدكم والله حبيب تقلبي يسعدك ما شاء الله عنك تسمعي بنوت يبدأ تحكي معك آه طبعا يلا بنشرر أهلا أهلا صباح العسل صباح النور صباح النور أفطرتي أنا مليحة يا بي هالكتاكيت محلاهم كل يوم بحظيك أنا إنتي أسل بكرة جاي المدرسة ها ما عجبهاش الكلام أهلا وسهلا وميت مرحبا فيكم أثيل الناصر صباح الخير سكينة الربيع صباح الخير إملؤيلي زيود صباح الخير على السرايرة صباح الفل وعن نشوف شيف أولا حطت لنا التفاح بإشره على فكرة الإشر فيه معظم الفوائد يعني إحنا أوقات كثير من أشره للتفاح ومنحاول هيك أنه يكون بالأكل أسهل ولكن خلوه بإشره هيك أفياد فيه كل الألياف وفيه كثير من الفوائد خلنا ناخد نشوف اللوحة الفنية اللي عم تعملنا يا شيف أولا وإحنا عم ناخد قصاي صباح الخير يا قصاي خير أهلا بصحب أسلم على شيف علا هيها عم بتسمعك أهلا يا قصاي صباح العسل كيفك يا شيف علا حبيبي أهلا فيك هلا يا قصاي بشكرك على هذا البرنامج الرائع أنا بشكرك على قوة شخصيتك ولطافتك يا قصاي بوسلي الماما يا قصاي الله يسلمك حبيبي الله يسعدك طويل عمرك يا هلا بيت يعني فعليا رح نستفقدكم يعني المدارس على الأبواب أكيد نتمنى لكل الطلاب بكل الصفوف كل التوفيق ويكون هيك تكون المدرسة فعلا مكان يقدروا إنهم يحصلوا في العلم وكمان ينبسطوا يشوفوا صحابهم فرح نستفقد لكم وأكيد بالتوفيق للكل أكيد يا هلا نزلنا للدريسنج على الصلاة أليكس اللي هو لبن وليمون ونعنى عناشف ومالحو زي ما حكت أليكس يعني كل الفايدة موجودة بالإشر مهم جدا تحتفظي بإشر التفاح إشر لخيار كتير مهم بعدين التفاح نوع من أنواع الفواك اللي بتحسس بالإشباع وهو نوع من أنواع التفاح الأخضر اللي بينقص الوزن فكتير ناس بتلاقي بالوصفات اللي عندها رجيم ورجيم بقولك تفاح أخضر ليش لأنه بساعد كمان على هيك الشعور بالشبع فكتير كتير مهم التفاح الأخضر فما بالك بسلطة وقصص حقات قبل وأنا بالنسبة لي التفاح الوحيد اللي باكله هو الأخضر لا ما بقدر له حمودة للأمان لأنه فيه حمودة وأنا يعني الأشخاص اللي شوي بميل للأشياء الحمودة فبس اللي ما بيحب الحمود حطتلكم معه لبنة فرح بيتغير شوي بيكسر آه طبعا بيكسر الطعمة وهي صارت صحن السلطة جاهز بشكله الجميل هلأ رح نحطه على صفرة مطبخ يوم جديد ورح نروح لفاصل قصر ومن بعدها رح نرجع وإياكم لنعمل السبانغ عصير السبانغ الهلثي الصحي مع بذور أشياء يلا خليكم معنا تابعونا اشتركوا في القناة